تتفنن معظم دول العالم باستقطاب الكوادر الطبية وحمايتهم ومعاملتهم كثروة وطنية لكن الامر مغاير تماما في العراق حيث تتسع دائرة الاهمال الحكومي يوما بعد اخر ليجد الكثير من هؤلاء الاطباء انفسهم بلا رواتب رغم مناشداتهم المستمرة فلم يبقى امامهم اي خيار سوى التصعيد بابيات شعر وصفت بالقاسية وبنبرة حادة ابتدأت نقابات الاطباء والصيادلة وطب الاسنان والتمريض بيانها المشترك الذي هددت فيه السلطات الحكومية باجراءات تصعيدية والخروج بتظاهرات امام مبنى وزارة المالية في بغداد للمطالبة بصرف رواتب الجيش الابيض ممن تعينوا العام الماضي والذين لم تصرف رواتبهم حتى الان وعلى الرغم من صدور قرار حكومي او عزل وزارة المالية بصرف مستحقات الكوادر الطبية وباثر الرجعي الا ان القرار ظل حبيس المساومات السياسية والتصريحات الدعائية في بلد خصص فيه 2.5% فقط من الموازنة لصالح القطاع الصحي في الوقت الذي تؤكد لجنة الصحة النيابية عدم استلام اكثر من 30 الف موظف في دائرة الصحة نينوى رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وبعد ان غدى القطاع الصحي في العراق علامة اخرى تدل على دولة متداعية تؤكد هيئة النزاهة ان بعض المستشفيات باتت عاجزة عن تقديم الخدمات للمرضى وتعاني نقصا حادا في الادوية ومع استشراء الفساد الحكومي وقلة الموظفين المعينين كان لابد من انخفاض مستوى النظافة والعناية بالمرضى ورداءت نوعية الاطعم المقدمة لهم فيما يسير رئيس الوزراء الحالي محمد شاع السوداني على خطى سابقيه في زيارات وصفت بالاستعراضية داخل المستشفيات التي تحول الكثير منها الى بؤر للموت وفقا لصحيفة واشنطن بوست